تحت عنوان دور التمويل الأصغر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 انتلغت بجنيف اليوم أعمال منتدى برنامج الخليج العربي للتنمية برعاية سمو الأمير طلال بني عبد العزيز وبحضور مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة النيكل شيف والمندوبة الدائم لبحثة مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة بجنيف ونخبة من الخبراء ومثل البحثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الدولية البرنامج منذ إنشائه عام 1980 بمبادرة من سمو الأمير طلال ودعمة أصحاب جلال السمو دول الخليج قد مول أكثر من 1500 مشروعا وغضى 133 دولة في محاور التنمية كاملة وبالأخص في الطفولة المبكرة وتمكين المرأة والمجتمع المدني والتعليم المفتول والشمول المانية من خلال مايكرو فاينانس اجتماعنا اليوم هو يعكس موضوع مساهمة الأكفاند بجمع التحالف مع الممولين ومع الشركة بما فيهم اليونايتد نيشن لأهمية المساهمة في تحقيق السستينبول دفول منغول تعلم أنه تم إعلانه العام الماضي وهذا يحتاج إلى تحالف كبير لتحقيق هذه 17 هدف الموجودة لاستدامة التنمية وهي خطة الأجندة 2030 وقد وقع برنامج الخليج العربي للتنمية مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم حول التعاون والشراكة الدائمة من أجل تقليص دائرة الفغر في إفريغيا وأعلن برنامج الخليج العربي للتنمية عن تأسيسه إلى 14 بنكا للتوميل الأصغر في إفريغيا لتصبح بنوك البرنامج 23 بنكا معتليا بذلك عرش أكبر شبكة للصناعة التوميل الأصغر في العالم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بيرتب مع الأخوان في الأكفند إن شاء الله مشروع استراتيجي لإفريغيا بإنشاء تقليل 13 أو 14 بنك للتوميلات الصغرى أو تسمى حيانا بنوك الفقراء أعمال المنتدى تداولت التجارب الفريدة التي تميز بها برنامج الخليج العربي للتنمية التي تساهم بدورها في تقليص دائرة الفغر خاصة في الدول المنضوية تحت الاتحاد النقدي للغرب الإفريقي وعن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة وتنفيذ مبادر السمو الأمير طلال بن عبد العزيز من أجل إدراج الفقراء في مجالات التنمية والإنتاج بخدمة 20 مليون مستفيد خلال خمسة سنوات أعلن برنامج الخليج للتنمية التوسع في مشروعه لتأسيس 14 بنكا للفقراء في إفريقيا طه يوسف حسن تلفزيون المملكة العربية السعودية جونيف